تعقد كذلك تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين ورشة عمل بعنوان شرم الشيخ مدينة خضراء وذلك في إطار التمهيد لمؤتمر المناخ الذي تستضيفه المدينة من السادس من نوفمبر القادم ولمدة 12 يوم تأتي ورشة العمل بمشاركة عدد من النواب والمختصين بالإضافة لأعضاء لجنة المناخ بتنسقية لدراسة الوضع الحالي المتمثل في تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء في إطار توريد 300 أوتوبيس كهربائي وإنشاء محطات شحن للسيارات بالكهرباء وكذلك زيادة عدد محطات الغاز الطبيعي للسيارات والبدء في إنشاء مناطق خضراء واسعة بالمدينة ومشروع تحويل مطار شرم الشيخ لمطار صديق للبيئة بالإضافة إلى دراسة عدد من التجارب السابقة كما تستعرض الورشة عدداً من مشروعات الطاقة التي تم تنفيذها ويتم تنفيذها في الوقت الحالي في مدينة شرم الشيخ تمهيداً لاستضافة مصر لمؤتمر المناخب 27 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر